ايه تاني وظيفة او ايه تاني حاجة مهمة من وظيف الجلد؟ ان الجلد بيحتوي على خلايا اسمها لانجرهانز الجلد بتاعنا ده حاجة اسمها لانجرهانز ايه بقى خلايا لانجرهانز؟ خلايا لانجرهانز دي خلايا دفاعية بتدفع عن جسمنا تحديدا بتواجه البكتيريا خلايا لانجرهانز خلايا دفاعية كبيرة الحجم وخلايا لانجرهانز دي جزء اساسي من جهاز المناعة الله يعني إحنا لما بنقول المناعة قوية والمناعة عايزة تقوى والمناعة دي ضعيفة وهكذا المناعة إحنا عملنا حلقة شهيرة جدا عن المناعة يعني حضراتكم شفتوها وباتبعوها لغاية دلوقتي الحقيقة إن المناعة دي في حد يقول إيه وفين جهاز المناعة ده الناس فاكرة أو في ناس كانت فاكرة يعني إن المناعة دي مثلا جهاز ده حاجة زي القلب وزي الجهاز الهضمي لا هو جهاز المناعة ده تعبير مجازي ولكن بقى جهاز المناعة ده موزع على أجزاء مهمة جدا من الجسم لو عايزين تعرفوا بقى دخلوا على يحكي أنا وتفرجوا على حلقة المناعة تمام من ضمن الأماكن اللي فيها جهاز المناعة الجلد ودينا عرفنا دلوقتي ليه الاحتواء أو الاحتواء طبقات الجلد على خلايا دفاعية كبيرة الحجم كبيرة الحجم بنسميها ماكروفاج والخلايا دي تحديدا يعني حرفيا بتاكل البكتيريا يعني مش بتدخل معها في الصراع لا هي بتروح وكلاها على طول فخلايا لانجرهانز الدفاعية دي اللي هي جزء أصيل من أو جزء مهم من جهاز المناعة موجودة في طبقات الجلد يبقى الجلد أحد أهم وظائفه هو توفير المناعة للجسم ايه تاني من وظائف الجلد اللي كتير قوي ممكن ما يكونش عندهم خيال أو معرفة إن الجلد اللي احنا ما بنهتمش به أحيانا ده وإن احنا يعني بنتعامل معه باستهتار أحيانا وهكذا لا ده عضو مهم جدا من أعضاء الجسم تالت وظيفة له حماية الأعضاء الداخلية للجسم الجلد بيوفر الحماية لإيه للشرايين كل الشرايين ما الشرايين دي تحت الجلد الشرايين الأوردة الأوعية اللينفوية الجلد كمان بيوفر الحماية لكل أجهزة الجسم الحيوية بيوفر الحماية لأجهزة زي القلب الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الكليتين وهكذا يعني كل أجزاء جسمنا يعني اللي جوه الجسم دي اللي بيحميها في الأساس الجلد وإلا تبقى كده تبقى مكشوفة بقى فيبقى أي حاجة ممكن تبقى يعني تبقى الأجهزة الحيوية دي أو الشرايين أو الأوردة أو الأوعية المفوية معرضة لقدر الله للاختراق أو للخسائر أو للتلف وهكذا لا في حاجة موفرة لها هذه الحماية الحماية دي حماية يعني معتمدة على آلية معقدة جدا جدا لأن الجلد ده طبقات كتيرة جدا جدا وتحت الطبقات ده في حاجات تانية دي لتوفير الحماية لأجهزة الجسم الداخلية أو للأعضاء الداخلية للجسم بما في ذلك زي ما قلنا الأوعية سواء يعني الدموية يعني زي الشرايين والأوردة أو الأوعية المفوية أو الأجهزة زي القلب والجلس تنفسي وهكذا